بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلاً ومرحباً بكم في شرح مجال القرآن الكريم درسنا بعنوان تلاوة سورة الصافات من الآية الثالثة والثمانين وحتى الآية المئة الجزء السابع البداية أعزائي الطلاب لنتعرف معاً على أهداف الدرس الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة صحيحة الهدف الثاني أن يفسر المفردات الجديدة الواردة في الآيات بين يدي الآيات الكريمة سورة الصافات هي سورة مكية وعدد آياتها 182 آية تناولت السورة موضوع التوحيد والوحي والبعث والجزاء لتثبت دعائم الإيمان البطاقة التعريفية للسورة سورة الصافات باختصار اسم السورة سورة الصافات عدد آياتها 182 آية هل هي سورة مكية أم مدنية؟ بالطبع هي سورة مكية الموضوعات الرئيسية في سورة الصافات تناولت السورة موضوع التوحيد والوحي والبعث والجزاء لتثبت دعائم الإيمان نبدأ بالهدف الأول وهو أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة مجودة أما الآن أعزاء الطلاب لنستمع لتلاوة الآيات الكريمة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين أما الآن أعزاء الطلاب رددوا مع الآيات الكريمة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كن آلهة دون الله تريدون أئف كن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين فضل تلاوة القرآن الكريم من فضائل تلاوة القرآن الكريم الارتقاء في درجات الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن عزيز الطالب نوصيك بأن تحرص على تكرار سماع الآيات وتلاوتها تلاوة صحيحة مجودة ننتقل إلى الهدف الثاني وهو أن يفسر المفردات الجديدة الواردة في الآيات أعزاء الطلاب لنتعرف على معاني المفردات الجديدة معنى قوله سبحانه وتعالى من شيعته أي من قومه وأنصاره ومعنى بقلب سليم أي نظيف من الشرك ومعنى قوله تعالى أئفكا أي أكذبا وباطلا ومعنى قوله سبحانه فنظر نظرة في النجوم أي تأمل ومعنى قوله تعالى فقال إني سقيم أي مريض ومعنى قوله تعالى فراغ إلى آلهتهم أي ذهب متخفيا إلى أصنامهم ومعنى قوله سبحانه وتعالى فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون في مشيهم لماذا أحب القرآن الكريم أحب القرآن الكريم لأنه يقربني إلى الله تعالى أحب القرآن لأنه ينور عقلي أحب القرآن الكريم لأنه يزيد من حسناتي في غلق هذا الهدف أعزاء الطلاب لنتذكر معاني المفردات التي مرت معنا معنى قوله تعالى شيعته أي قومه وأنصاره ومعنى قوله سبحانه بقلب سليم أي نظيف من الشرك ومعنى أئفكا أي أكذبا وباطلا ومعنى قوله تعالى فنظر أي تأمل ومعنى سقيم أي مريض في ختام هذا الدرس أعزاء الطلاب لنجب على بعض الأسئلة التي مرت معنا السؤال الأول ما معنى قوله تعالى فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون والجواب أي ذهب متخفيا إلى أصنامهم السؤال الثاني ما معنى كلمة يزفون في قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون أحسنتم أي يسرعون في مشيهم ختاما أبناءنا الطلاب نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق نلتقي في شرح درس آخر نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته